أعوام مضت كانت بنغازي تعاني ويلات الإرهاب فانتشار الجماعات الإرهابية وقتها على رأسها ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي حيث أحكمت سيطرتها على المدينة وتلاشى دور الأشهزة الأمنية فمسلسل الإغتيالات الذي طال كل من يعمل بجهاز أمني أو عسكري جعل سوء الوضع يشكل غيمة إرهاب على سكان المدينة لم يمضي الكثير حتى خرجت القوات المسلحة مدعومة بشباب المناطق في حرب انتفضت فيها على براثنا الإرهاب لتزيح شرور الإرهابيين فانطلقت عمليات عسكرية تزامن معها خروج الأشهزة الأمنية وعودة لهيبتها اليوم وبعد أن اقترب الجيش من حسم المعارك وحصار ما تبقى من فلول للإرهاب محصورة في قنفودة وبزع كيلومترات من القوارشة ومحور السابري نرى مديرية أمن بنغازي تضرب بيد من حديد كل من يعبس أو يحاول العبس بأمن المدينة والله أنا نقول لهم أن بنغازي يجيش فيها برواح يعني بنغازي مدينة آمنة نحتوي جولت في بنغازي مع الأستاذ عادل فرجاني وجولنا فيها بالكامل وصلنا لحنة للقوارشة بنغازي مدينة آمنة مستقرة موجود فيها الجيش تعد سيطرة الجيش تعد سيطرة الداخلية والحمد لله يعني وضح أنا بصراحة ما كش متوقحها بالشكل رضي يعني نجيت لقيت التصور آخر بصراحة يعني وأي واحد يعني يشكي يشوف على الطبيعة يعني نحنا زي ما قلت لك نحنا من بلدية مرزم وجينا البنغازي ونكفو ما هلنا في بنغازي وبنغازي الحمد لله وضح آمن أنا الرسالة اللي نبعثها لجميع الليبيين أنا بنغازي آمنة تسعة تسعين وتسعة من عشرة آمنة بنغازي مستقرة والأمن فيها مستدب ووضحها حسب استنتاجي أنا عقيت تسعة تسعين وتسعة من عشرة وتسعة من عشرة أنا آمنة وإني نجولت في جميع المكانات اللي هم يحكو علينا اللي هي زي حي سفراج وزي حي نية هذين جولت فيهن عرفت ولا لا ولقدت آمنات وناتوا في قلب بنغازي وبنغازي آمنة مع هذا يعني ما زالا فيه جيوب لك الأمل مستدب وفي درجة عالية فتواصل حملاتها التي بدأت بإجراءات تركيب اللوحة المدنية وإتمام إجراءات السيارات مرورا بإزالة المباني العشوائية أيضا جملة من قرارات الحاكم العسكري تضعوا ضوابط للعسكريين وتنظم ألية سير الأعمال الأمنية والعسكرية جعل من بنغازي مدينة الأمن والأمان دون منازع لقناة ديبيا الحدث صفاء الحر